مارس الكورر تقييمك لمارس الكورر خلال الفترة المضاية الآن نستطيع أن نقيم مارس الكورر عدد مباريات كبير فممكن أن تقيمه رأيك فيه كويس مش عشان أرضي جمهوري نادي الأهل لأن الجمهور بيبقى لي وجهة نظر في المدرب بتاع الفريق بتاعه فإذا أنت في مرة قلت ده مش كويس يبقى أنت عدو لهذا الجمهور ولهذا النادي يعني ليه أنا بقول كويس لأنه بشخصيته من شخصية النادي الأهلي فرقة بتهجم فرقة بتلعب لقدام فرقة عايزة تكسب وعايزة تجيب جوان زي كيروش كيروش مدرب عالمي اللي جيبها عادية في توريا لعبناه متشاط تحت قيادته أحسن ما لعبناه قدام مع كيروش كيروش مؤمن إن إحنا ما ننفعش نهاجم لأن إحنا ضعفاء بدنيا ومش عارفيه وتكتيكيا ممكن لكن اللي بعديه خلى منتخب مصر يلعب كورة لقدام ويهاجم ويبقى عنده هذه النزعة إذا كنتش هتهاجم يبقى قعد في البيت أحسن بقى يبقى أنت مالكش تلعب أفريقيا ولا كاس عالم ولا تكلم من ده ما هو أنت عشان تروح وتلعب لازم تكسب عشان تكسب لازم تسجل أه لازم تسجل طبعا ولازم تلعب لقدام تهاجم تهاجم شغلتك كمدرب إنك تصنع ده وتخلقه في اللعيبة كولر عملت كده مع النادي الأهلي زي فايلر برضو يظهر إن السويسريين عندهم هذه المدرسة إنما هو عارف يعني إيه النادي الأهلي فدي حاجة مهمة جدا مش بيروح يلعب يعني أنا واندريسي كنت أكلمك قبل الهوا الأهلي لعب قدام ريال مدريد أحسن مما لعب قدام الهلال السودان مش انتغلب أربعة فيه اتنين أنا بقول عليهم هدفين آخر عشر دقيق ما بيش تركيز يعني لكن كان بيهاجم كان ضيع فرص قدام مين قدام ريال مدريد حتى لو كان ريال مدريد مش بيلعب بالجير العالي مش بأعلى طاقته لكن ده ريال مدريد فلعني يعني يعني دي ميزة دي حاجة مهمة جدا انت شايف إنه لقى عمل بطولة كبيرة في كاس عامل عندها آه طبعا أخذ المركز الرابع أنا مش بتكلم أنا بتكلم على الأداء الأداء بتاعه كان أداء كبير طبعا فيه سهرات فيه فرص بتضيع ضيعت آه فرصة إنك تلعب النهائي ده مش مزام بكولر لا أول المدرب عليه إنه هو يوصلك زي ما الناس كلها بتقول يوصلك إلى الفرصة وإنت كلاعب عليك أن تغتنم هذه الفرصة مش هو فأنت لأ بعدين أهداف سهلة جدا بتضيع فلا يعني مش أهم حاجة إنه شخصيته من شخصية نادي الأهلي بمعنى يعني أن نادي الأهلي بيلعب عشان يكسب النادي الأهلي ما بيدفعش الراجل ده بيلعب عشان يكسب وهناك يعني حاجات فردية بيعملها مع خط الوسط نادي الأهلي بتبين إذا كانت فيه مشاكل تانية بقى دفاعية دفاعية وفيه مشاكل تانية كمان يعني إنما أنا بتكلم على المقدرب ده بشكل عام يعني هاي ده بالنسبة لي مارسيل كورر ده بالنسبة لي